بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد النبي الأمين وعلى آله وأصحابه والتابعين أجمعين إلى يوم الدين أهلاً ومرحباً بكم أعزائي مشاهدي قناة الرحمة الفضائية مع برنامجكم الإسبوعي مستشارق القانوني هذا البرنامج الذي يزاع كل يوم أحد في الساعة الثانية زهراً ثم يعاد في الثانية التعاشرة ونصف من مساء نفس اليوم هذا البرنامج الذي أعد من القناة الغراء لنشر الثقافة والوعي القانوني حلقة اليوم هتبقى عن كيف تحصل على حقك في الميراس آه المشكلة اللي أصبحت تؤرق معظم البيوت في المجتمع المصري كله الميراس وحق الميراس وأكل حق البنات وأكل حق الأخوات وأكل حق الزوجة التانية وأكل حق من له حق في الميراس بعد الوفاة إيه الحكاية؟ الحكاية إنه عدم الاهتمام بإعطاء الحقوق فور استحققها هو اللي بيعمل المشكلة بيطمع صاحب الحزوة والحائز والواضع يده على التاركة بداية تعالوا نقول يعني إيه ميراس؟ شرح الميراس الميراس هو كل ما يخلب عن المتوفي إلى رحمة مولاه من تاركات والتاركة تشمل كافة الأشياء التي كان يملكها المتوفي إلى رحمة مولاه عقرات عمرات أراضي أطيان أموال في الخزنة اللي في البيت أموال في البنوك شهادات، سندات، محلات، شركات، مؤسسات، كل دي اسمها تاركة والتاركة هي الشيء المخلف عن المورس فور الوفاة بعد قضاء دينه وتنفيذ وصياته من بعد وصيات يوصى بها أو دين يبقى الباقي حق الورسة وهو ده اسمه التاركة وهو ده اسمه الميراس ايه اللي بيخلي المشكلة تقب وتطلع وتظهر على الساحة انه اللي بيتوفى بيتوفى وبيبقى له ابن أو بنت أو حد قريب له عايش معاه بيفضل مستحوز على التاركة كلها وعدين ناخد العزا واستنوا ما الخمس يفوت واستنوا ما الاربعين يفوت واستنوا لما مش عارف ايه انت ما سدقت يموت عشان تطلب حق الميراس كلام ده اسمه كلام فاضي لانه بعد ما بيدير التاركة بيطمع وبتتغير النفسية وبيشعر انه هو صاحب الحق فيها لا يا عم انت من تفسر صاحب الحق ده حق كل واحد من ابناء او المستحقين للتاركة طبقا للاعلام الشرعي يعني مثلا تحصل حالة الوفاة ايه المشكلة انه بعد اول يوم وتاني يوم وتالت يوم اخ من اجمع الاخوات سوبيان وبنات ويقعد يقولهم ابوكو سايب واحد اتنين تلاتة عمارة ارض فضة اموال عقارات اي شيء حنقسم بما يرضي الله للذكر مثل حظ الانسيين بعد لو كانت ام عايشة حتخصم لها السوتس ولو كانت زوجته موجودة حتشلها تمنى في حالة الانجاب وفي حالة عدم الانجاب حتاخد الربع لو ما عنداش ولاد ونمشي زي ما الاعلام الوراثة بيطلع ونقسم ونكتب عقود ونسلم وشكرا حنفط الاخوات ليوم الايام لكن نستنى بقى بعد شوي وبعد هتزعل امك هتزعل اختك انت ما صدقت يموت عشان تطلب حقك في المرس انت مش هينفع تزعل حد لا كلام ده ما ينفعش كلام ده في العصر اللي احنا فيه اصبح الحق الحق ان يتبع يبقى لازم نجمع ونقعد الناس وكل واحد ياخد حقه بما يرضي الله هنفضل اخوات وهتدوم المودة وهتدوم سلة الارحام سيبنا بقى من حكاية في بعض النجوع والقرى يقولك البنات ما تاخدش البنات ما تاخدش ليه هي البنات مش اولاد الراجل المتوفي لا تاخد وتاخد حقها اللي ربنا قاله لانه في سورة النساء في حق الميراس وتأسيم المواريس اللي نزلها من المولى عز وجل قال تلك حدود الله فلا تتعدوه يبقى اي حد هيطمع في الميراس يبقى تخطى حدود الله اللي ربنا حذر منه طيب احنا عايزين نقول الميراس الميراس ده ممكن يكون كل الورثة مش عارفين ممكن ولد من الاولاد يكون كان عايش مع ابوه وبيكبر في التجارة وبيكبر في النشاط ومتهايق له ان المحلات اللي كبرت دي بقت بتاعته متهايق له ان النشاط ده بقى بتاعه وهد بيشتغل مع ابوه في الغد بتهايق له ان الارض هي اللي بتاعته لانه هو اللي مستمر في الرعاية بعد ما ابوه ما مات فبيطمع فالشيطان بيتسلل اليه فبيقول ما ينفعش يتقال دهنا اللي مكبر الشركة دهنا اللي كنت مزرع في الارض دهنا اللي مكون ملابويا السروة ما ينفعش يتقال هذا الكلام السروة باسم المورس تتقسم على كل الورثة بما يرضى الله وكل واحد ياخد حقه يعني مثلا لو المتوفف مات وعنده خزنة في البيه ما ينفعش واحد يروح يفتحها الوحده هيروح يفتحها الوحده حيطمع في الجنيهات اللي فقه يحطها في جيبه هيخب المستندات والورق والعقود والشيكات والبتاعه بقى يحصلها لحاله لا يجتمعوا ويرحوا يفتحوا الخزنة الفلوس اللي في البنك او اللي متعانى في البنك مفيش منها مشكلة لانه البنك فور الوفاة واختاروا بالوفاة بيطالب الوراثة بالإعلام الوراثة اللي هو المفروض لو احنا مش هنتفق ودي هنقول الوقتي الإجراءات اللي ممكن ناخدها علشان كل واحد ياخد حق بيتعمل إعلام الوراثة وبتقدم للبنك البنك بيقسم تبقى للإعلام الوراثة الصادر الأموال اللي موجودة عنده بيسلم كل وارث حقه بنفسه فما عندناش مشكلة فيه طيب هيظل علينا بقى ده واحد يوم ضارب عقدي ولا كاتب عقدي أبويا بعلي العمارة دي أبويا بعلي الشقة دي أبويا بعلي الفدنين دول هنرجع ندخل بقى في مسألة السورية ونقول انه هذا البيع غير صحيح وانه سوري سورية مطلقة او فقط ركن من أركان عقد البيع الصحيح لانه انت ممعكش التلاتة اربعة خمسة مليون جنيه اللي انت نفعتهم عشان تبقى اشتريت العقار اللي انت نسبت لنفسك انك اشتريتهم يبقى برضو هندخل في مشكلة هو الصح ما ناكلش حق اليتامة ابعد عن حق الميراس لان دي نار نار مش هيتحملها حد في الاخر تعالوا نقول ايه هي الاجراءات اللي ممكن ناخدها لو حد استولى على التاريكة واحدة شوفوا بقى سنة قبل سنة 2017 قبل سنة 2017 ما كانش فيه جريمة اسمها امتناع عن تسليم ميراس كان الطريق العادي اللي كان بتتمشي تروح ترفع دعوة اسمه وفرزي وتجنيب او دعوة ريع علشان تثبت الملكية الاول بتاعة المورس وحقك في الريع علشان بعد كده ترفع دعوة الفرزي والتجنيب علشان ما يبقاش فيه نزاع على الملكية لان دعوة الفرزي والتجنيب لو اسير فيها نزاع على الملكية هتوقف الدعوة تبقى لنصوص القانون وتبحث الملكية اولاً وبعد ما يثبت للمورس حقه في الملكية بتباشر تاني دعوة الفرزي والتجنيب يبقى بيلجأ بعض الناس الى اقامة الاول دعوة استحقاق للريع من هذا الميراس اللي بيديره الاخ او احد من الورس هتروح لخبير والخبير هيجي يقوله هي بتاعت مين يقوله بتاعتي هيجي يقدم مستند ملكية ما يلاقيش لنفسه مستند ملكية هيقوم معه مقدم المدعمة يفيد انها ملك المورس هيحقق له ريع بنسبة حسطه طبقا لاعلام الوراثة وهيتحكم بالريع بكده اصبحت المنطقة اللي اتحكم بالريع فيها سواء عمارة او ارض او شركة او مؤسسة حقه فيها يرفع دعوة الفرز والتجنيب بناء على حكم قضائي صادر بحقيته في الريع و بيمشي في الاجراءات استلام نصيبه تبقى للدعوة الفرز والتجنيب طيب ايه هو بقى اعلام الوراثة ده اللي هو مطلوب في دعوة الفرز والتجنيب و مطلوب في دعوة الريع و مطلوب كمان في بعد سنة 2017 استحدث نص في القانون صدر القانون رقم 219 لسنة 2017 تضم النص المادة 29 49 منه المادة 49 من القانون 219 لسنة 2017 اللي جرمت ثلاث حالات في الميراس جرمت الامتناع عن تسليم الميراس و عملته جريمة يعاقب فيها الممتنع عن تسليم الميراس بالحبس لمدة 6 شهور حد ادنى و غرامة من 20 ألف الى 100 ألف او احدى هاتين العقوبة و اللي يمتنع كمان عن تسليم الأوراق او المستندات اللي خاصة بالميراس يعني واحد لم الأوراق و عنها و قباه اخوي جي يقول له هاته يقول له لا النص ده جرم هذا الفعل هذا الامتناع عن تسليم المستندات و وعملها جريمة يعاقب عليها القانون يعني النص بيقول يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 شهور و بغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه او بأحدى هاتين العقوبتين كل من واحد امتنع عمداً عن تسليم احد الورصة نصيبه الشرعي في الميراس او حجب سندات تؤكد نصيب الوارث او امتنع عن تسليم ذلك السند حال طلبه من ايا من الورصة الشرعيين وتكون العقوبة في حالة العود الحبس الذي لا تقل مدته عن سنة يعني اذا عاد لارتكاب نفس النوع من الجريمة مرة اخرى مع ورس تاني او مع مورس تاني العقوبة هنا ما بتبقى ستة شهور بتبقى سنة والعقوبة الاولى كانت اما الحبس او الغرامة لكن في الحالة العود الحبس وجوبي والمدة لا تقل عن سنة والنص بقى علشان العلاقات الاسرية ودوان سلة الارحام والتقارب قال في حالة من حالات الصلح قال نفس النص نفس المادة تسعة واربعين من القانون 219 بعد ما جابت مسألة العود قال ويجوز الصلح في الجرائم المنصوص عليها في هذه المادة في اي حالة تكون عليها الدعوة ولو بعد سيرورة الحكم بات دي معناها ايه يعني مثلا لو اتحكم عليه اول درجة وعمل استئناف وتحبس في الاستئناف وطعن بالنقض والنقض ترفض واصبع الحكم بات يجوز الصلح حتى في اي مرحلة كانت عليها الدواء حتى لو كان الحكم بات يعني مثلا واحد تطعن بالنقض وهو كانت معجوزة للحكم هو برة فدل برة لحد ما النقض ترفض روخ فاصبح لزاما على الحكم اللي بيصدر او بيكون بات بانتهاء طرق الطعن عليه انه اصبح واجب النفاذ واجب النفاذ يعني هيتنفذ هيتنفذ الحبس هيتنفذ في النص ده لو دي حصلت وروح المجن عليه او المبلغ او المدعي بالحق المدني او الوارث اللي اشتكى علشان ياخد حقه في المراس يتنازل على طول يقبل هذا التنازل ويتم صدور الامر بوقف تنفيذ تلك العقوب ويجوز الصلح في الجرائم المنصوص عليها في هذه المادة في اي حالة تكون عليها الدعوة ولو بعد سيرورة الحكم باتا ويمكن اثبات الصلح امام النيابة او المحكمة حسب الاحوال يعني لو هي لسه متدولة في المحكمة نروح نسبة الصلح في المحكمة لو الحكم بقى انهائي وبقى بات اروح قدام المحام العام مكتب النيابة اقرب التنازل يصدر الامر بوقف تنفيذ الحكم طيب النص ده او دعوة الاسمة او البنك اللي هيقسم التركة محتاج اول حاجة اعلام وراسة اعلام وراسة ده بيثبت ان الصاحب الشأن هو ابن الراجل او زوجة الراجل او بنت الراجل اللي توفى او صاحب حق في هذا المراس سواء من الابن او البنت او الام او الاب او الزوجة او صاحب الوصية الوجبة من مات ابوه في حياة جده المورس اولاده بيبقوا اسمهم اصحاب الوصية الوجبة طيب العلام الشرع ده بطلع ازاي العلام الشرع ده بتروح قدام محكمة الاسرة المميكنة الان تقدم طلب مادة وراسة باسم رئيس المحكمة تذكر فيها اسم المتوفى الى رحمة مولاه وتاريخ الوفاة والمكان اللي اتدفن فيه وترك وراسة شرعيين وهم الطالب او الاسم اللي هو مقدم الطلب وبعدين فلان وفلان 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 وكل واحد بصفته ابن او او بنت او اخ او 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 ام او اب او اي من له الحق في المراس بيتقدم الطلب وبتنظر بيتحدد له معاة قدام محكمة الاسرة محكمة الاسرة بتسمع اتنين شهود بيجوا يحلفوا اليمين يقسموا ان هم ان فلان مات وترك وراسة هم فلان وفلان 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 بيصدر الامر او القرار على مادة اسمها اعلام شرعي بيثبت فيه في الاعلام الشرعي عنوانه كده من فوق اعلام شرعي او اعلام وراسة او مادة وراسة بيذكر فيه اسم المحكمة محكمة كذا لشؤون الاسرة ولاية على النفس وبعدين يتاخد رقم اسمه رقم تتابع وبعدين تاخد رقم صور وبعدين يكتب انه في يوم كذا الموافق كذا بناء على الطلب المقدم من فلان الفلاني اللي هو احد الوراسة من ناحية كذا يكتب عنوانه المقيد برقم كذا اللي هو رقم مادة الوراسة للسنة كذا اللي هي السنة اللي تقدم فيها مادة الوراسة وراثات والراغب في تحقيق وفاة ووراسة من سيذكر بعد وبعد اتخاذ الإجراءات القانونية وسمع شهارة الشهود كل من فلان الشهد الاول اللي جي حلف اتنين فلان الشهد التاني اللي جي حلف وكل واحد بيكتب اسمه بياناته وعنوانه ورقم بطاط وتبين مطابقتها لما جاء بالطلب اللي هي اشهدت الشهود جاءت مطابقة للطلب الوان المحكمة بتقول تحقق لدينا نحن فلان الفلاني اسم القاضي الرئيس بالمحكمة او القاضي بالمحكمة وفاة المرحوم فلان الفلاني بتاريخ كذا وانحصار ارسو الشرعي في زوجته او امه او اولاده او بناته او كذا لذكر مثل حظ ان يبين الانصبة لكل واحد منهم اذا كان زوجة او اولاد سبيان وبنات بيقول الزوجة لها اه التمن والاولاد اه تعصيبا للذكر مثل حظ الانسيين والام بعد خصم السلسي بتاع الام وهكذا وبعدين اه اه يقسم التارك على كده ويقول اه 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 فقط من غير شريك ولا وارث ولا مستحق لواصية واجبة سوى بنذكر ده مص اعادة الاعلام الشرعي المادة الاعلام الوراثي اللي انا شرحت في التوريس كيفية الحصال عليها وبتطلع ازاي علشان تيبقى الموضوع بتاعنا كامل يعمل ايه بقى لو هو هيطبق نص المادة اه 49 من القانون 217 من القانون 219 لسنة 2017 اللي جرمت اللي امتناع عن تنفيذ المراس بتعتبره جريمة هيعمل ايه هيعمل اولا انذار الى المستولي على التاركة انذار رسمي على يده محضر ينبه فيه على الحائز للتاركة وحده او المستأثر بها وحده ينبه فيه يقول له بناء على طلب فلان اللي هو صاحب الشأن انا محضر محكمة كذا اللي الخاص بعنوانه قد اعلنت فلان فلان اللي هو وضع يده على التاركة ويقول بتاريخ كذا توفي المؤرس فلان الفلان وطبقا لمادة الوراثة رقم كذا الصادرة من محكمة كذا بتاريخ كذا ان انا احد المستحقين لحقي في المراس اللي انت وضع يدك عليه فالمراس عبر عن واحد اتنين تلاتة اربعة يذكر بعض العقارات يذكر التاركات يذكر البيانات يذكر البتاع وانا بنبه عليك انك تسلمني حقي في هذه التاركة في خلال مدة 8 ايام من تاريخ اعلانك بصورة من هذا الانذار وانا سوف اضطر الى اتخاذ الاجراءات القانونية التي تبيح لي الحصول على الحق ويقدم هذا الانذار الى قلم المحضرين قلم المحضرين انتقل وينذر هذا الرجل وينسلمه صورة من هذا الانذار ويبقى معاك الاصل بما يفيد انه استلم وتستنى الفترة اللي انت نبهت عليه فيها في الانذار وبعدين حاجة من الاتنين اما انك تقيم دعوة جنحة مباشرة وتقدم وتقول فيها الهدوتة او الحكاية وتقيمها بالطريق المباشر وده حق انشأه القانون للمجن عليه انه يقيمه بالطريق المباشر وانا قلتها الاول قبل الاجراءات التحقيق علشان هي الاسرع في تحديد معادة جلسة واتخاذ ما يلزم فيها لكن المشكل فيها انها بتبقى مقامة بالطريق المباشر اما بتاخد حكم مقيد للحرية وبيطلع الاستناف بيجوز للمحامي انه يحضر بيت توكيل في الجنحة المباشرة في الاستناف رغم صدور حكم بالحبس او حكم بالادانة لكن الميزة في الطريق التاني بقى اللي بلاش بقى الطريق الجنحة المباشرة حيروح القسم التابع له العنوان ومعاه الاعلام الشرعي والانذار ومستندات الملكية الخاصة بالتاركة والاوراق الخاصة بالتاركة وان ما كانتش معاه وهيعمل البلاغ طبقا لنص المد على انه ممتنع عن انه يسلم الاوراق الخاصة بملكية التاركة او دي جريمة برضه في نفس النص المدى تسعة واربعين حيقوم يحرر المهضر وعلى طول بيروح للنيابة مرفق به المستندات والصفة وصورة البطاقة ولو كان محامي بتوكيلي يجب ان يكون توكيلا خاصا بالموضوع ده بالذات لانه بيقولوا انه من الجرائم اللي يلزم فيها الوكالة الخاصة ودي مش هتبقى فرقا هياخد الاعلام اللوراسة هيحرر مهضر في الاسم بالمراس يتطمن التفاصيل وقيمة الميراس والعقارات ووصف الاموال وعشان منع التلاعب بعد ويرفق الانظار في الحالة اللي زي دي بيكون الجريمة اكتملت بتروح الاوراق للنيابة العامة الاوراق بتأمر بقدها جنحة وبتحيل اللي حائز على هذا العقار الى المحاكمة الجنائية الجريمة دي لها اركان اركانها وجود تاركة مملوكة للمورس ان تكون التاركة تحت يد المتهم ولو تحت يد غيره هو هياخد براء ان تكون تحت يد المتهم اللي هو احد الورسة وان يثبت الامتناع الحائز عن تسليم من له حق فيه يبقى دول التلات اركان الخاصين باركان جريمة الامتناع عن تسليم الميراس ودايما او عادة القضية اللي بتاخد براءة ما عرفش لاحساس القاضي ان الرجل اللي اخد جدا الميراس ده فيه نزاع فيه حقية فيه نصيب فيه بتاع اي تشويش بيحصل او مبقاش دايما مطمن يبقى انا بفضل المطالبة بالميراس انك تلجأ الى الطريق المدني الاصلي وان كانت هذه او ان كان هذا النص بيسرع في الاجراءات الطريق المدني دعوة القسمة والفرز والتجنيب او تترفع دعوة حراسة على العقارات عشان المحكمة تعين حارس قضائي ودا الاجراء الاخير لللي مش عارف ياخد حقه من التاركة انه بمستنرات الملكية او بالاحكام اللي معاه او رفع دعوة فرز وتجنيب واخد حكمه وما فيش فيها تسليم اما بيجي يرفع تاني يرفع دعوة تسليم عادة ما بتروح لخبير وبتغيب عند الخبير وبتتنسى سنين واسنين والناس بتسد بتموت واللي وضع يده على الارض بيموت وبعدين تطلع ولاده ده فاكرين انها ارض ابوهم ما هيش ارض جدهم ولا خاله ولا عمه ولا اللي حق فيها ولا عمته اللي حق فيها وبيضيع الحقوق بين الناس بسبب هذا يبقى دعوة الحراسة القضائية بعد ما يبقى معاك مستند من المحكمة وخصوصا دعوة الاسمة والفرز والتجنيب او دعوة تثبيت ملكية او اي دعوة تثبت ان لك الحق المحكمة في الامور المستعجلة بتفرض الحراسة بيجي حارس قضائي يستلم اموال التاركة بيعودوا يحلوا وهتتحل غصب عن الكل لانه الحارس مهوش مضمون انه يقسم التاركة على التاركة على الناس المستحقين وبكده تبقى تعرف تأخذ حقك بسرعة ونصيحتي في نهاية الحلقة انه بقول ما تستنوش كتير بعد الوفاء خلص بعد الوفاء وحتلاقوا نفسكم في ضلط اخوات خلص تالت يوم الوفاء تكون حليتم وعدت مع اخواتك وقسمت بما يرد الله هتلاقينا نفضل اخوات مدى الحياة ودي عن تجربة سرقة بارك الله فيكم وحافظكم الرحمن انتلقت حلقة اليوم والى لقاء في الاسبوع القادم ان شاء الله في نفس هذا الوقت من نفس الموعد على القناة الغراء نلتقي في موضوع اخر بارك الله فيكم وحافظكم الرحمن والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته شكرا شكرا